اشتركوا في القناة برنامج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التسجيل لمادة الكيمياء لصف الثاني عشر علوم عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم الإذاعة التنمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM درسنا لهذا اليوم هو نظرية بور لذارة الهيدروجين وسنناقش فيهم التالي المبادئ التي اعتمد عليها بور في نظريته فروض نظرية بور حسابات واشتقاقات العالم بور ولكن قبل البدء بذلك كان معكم نشاط بيتي لنقم بحله سويا النشاط كان بيحكي أي من طرق تهييج الظرة استخدمت في تهييج ذرات الصوديوم في كل من واحد غمس الطرف الساخل لسلك المكرون في ملح الصوديوم ثم تعريضه للهب مباشرة الإجابة حتكون أحسنتم التسخين المباشر بلهب اتنين إضاءة مصباح غاز الصوديوم أحسنتم أيضاً اللي هو التفريغ الكهربائي نبدأ الآن بنظرية بور لذارة الهيدروجين نظرية بور جاءت بعد قصور نموذج راذر فورد التي تكلمنا عنها سابقاً في الحلقة الأولى لازم أعرف أنه نظرية بور وضعت لتفسير بنية ذارة الهيدروجين إذن نأتي إلى السؤال التالي علل اختيار بور ذرة الهيدروجين لتفسير نظريتهم واحد لأنها أبسط الضرات حيث تحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد اتنين طيفها الذر بسيط ننتقل الآن إلى المبادئ التي اعتمد عليها بور في نظريتهم واحد مبدأ بلانك في تكمية الطاقة اتنين مبدأ آنشتاين في تكمية طاقة الفوتون أي تفسير طبيعة الضوء لنبدأ بمبدأ بلانك في تكمية الطاقة عرف مبدأ بلانك ما المقصود بمبدأ بلانك مبدأ بلانك ينص على التالي ينص على أن طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعثة أو المنتصة من المادة تتكون من كمات محددة من الطاقة أي أنها مكمة رياضياً طاقة الإشعاع تساوي نون ضربها ضربتاء حيث طال الإشعاع هي طاقة الإشعاع بالجول نون عدد صحيح واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى الآخر ها ثابت بلانك ثابت بلانك قيمته ستة فاصلة ستمية وستة وعشرين من ألف ضرب عشرة والسالب أربعة وثلاثين جول في ثانية وطبعاً الثواب الطعطة في ورقة الامتحان تا التردد بالهيردز ننوح أن هذه العلاقة طا للإشعاع تساونون في هافتهم لن نحل عليها أي مسألة حسابية فقط المطلوب أني أعرف نص مبدأ بلانك وكيفية التعبير عنه رياضياً ننتقل إلى المبدأ الثاني التي اعتمد عليه بور في نظريته مبدأ آنشتاين في تكمية طاقة الفوتون أي تفسير طبيعة الضوء أعرف مبدأ آنشتاين ما المقصود بمبدأ آنشتاين مبدأ آنشتاين ينص على التالي للضوء طبيعة مزدوجة موجية وجسيمية حيث يتكون الضوء من جسيمات تسمى فوتونات وهي كمات محددة من الطاقة وتتناسب طاقة الفوتون مع تردده طردياً رياضياً طاقة الفوتون تساوي ها ضربتاً حيث طال الفوتون هي طاقة الفوتون بالجول ها ثابت بلانك ولو قيمة ثابتة تعطى في الامتحان 6.626 ضرب عشر أسالب 34 جول في ثانية تا ليعباره عن التردد لننتبه جيداً من خلال هذه العلاقة نستنتج أن العلاقة بين الطاقة والتردد هي علاقة طردية هذه العلاقة طال الفوتون تساوي ها فتا سنستخدمها كثيراً في حل المسائل الحسابية لنرى السؤال التالي اكتب معي أزايا الطلبة إذا علمت أن تردد الضوء الأحمر قيمته 4.6 ضرب عشر أس 14 هيردز احسب طاقة فوتون الضوء إذن السؤال مرة أخرى إذا علمت أن تردد الضوء الأحمر قيمته 4.6 ضرب عشر أس 14 هيردز احسب طاقة فوتون الضوء طبعاً لتطبيق العلاقة طا تساوي ها ضرب تا طا مجهولة تساوي ها ثابت بلانك 6.626 ضرب عشر أس سالب 34 ضرب التردد قيمته معطاة 4.6 في عشر أس 14 على الآلة الحاسبة طا تساوي 3.47 من ألف ضرب عشر أس سالب 19 جول لننتقل الآن إلى فروض نظرية بور فروض نظرية بور واحد يمتلك الإلكترون في الضرة كمات محددة ومعينة فقط من الطاقة لذلك يكون محصوراً بمستويات طاقة محددة في الضرة الفردية الثانية تضول الإلكترونات حول النواة في مدارات ذات طاقة ونصف قطر ثابتين الفردية الثالثة برجاء التركيز عليها ففردية مهمة طاقة الإلكترون هي التي تحدد المدار الذي يتواجد فيه ولا يتواجد الإلكترون أبداً بين المدارات طاقة الإلكترون هي التي تحدد المدار الذي يتواجد فيه ولا يتواجد الإلكترون أبدا بين المدارات فرضية الرابعة أيضا مهمة فرضية الرابعة بتحكي أن تختلف المدارات المختلفة في نفس الضرة وأقصد بهذه العبارة أي أنه في الضرة الواحدة يختلف المدار الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع وهكذا إلى آخر المدارات فيه 1 طاقتها 2 بعدها عن النواة 3 سعتها من الإلكترونات إذن فرضية الرابعة مهمة جدا مرة أخرى تختلف المدارات المختلفة في نفس الضرة وأقصد بهذه العبارة أي أنه في الضرة الواحدة يختلف المدار الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع فيه 1 طاقتها 2 بعدها عن النواة 3 سعتها من الإلكترونات طالما تكلمنا عن المدار إذن لنعرف المقصود بالمدار المدار قشرة كروية ذات سمك متناهم في الدقة وقطر محدد يدور فيه الإلكترون على بعد ثابت من النوا لنرى الآن السؤال الذي ورد عام 2016 السؤال بيحكم اختر الإجابة الصحيحة مما يلي أي الجمل التالية غير صحيحة فيما يتعلق بنظرية بول للذرة وياريت نضع خطين تحت عبارة غير صحيحة فيما يتعلق بنظرية بول للذرة ألف تختلف طاقة المدارات في الذرة الواحدة با تختلف طاقة المدارات المتناظرة من ذرة الأخرى جيم تختلف سعة المدارات المتناظرة من ذرة الأخرى دال تختلف سعة المدارات في الذرة الواحدة إذن السؤال بيحكم أي الجمل التالية غير صحيحة فيما يتعلق بنظرية بول للذرة لنبدأ الآن برقم ألف رقم ألف بيحكم تختلف طاقة المدارات في الذرة الواحدة هذه العبارة صحيحة لأنه كما قلنا سابقا حسب فروت بور تختلف المدارات عن بعضها البعض في نفس الذرة أي في الذرة الواحدة في طاقتها إذن هذه العبارة صحيحة لنترك الآن فرع با وفرع جيم جانبا ولننتقل لرقم دال رقم دال بيحكي تختلف سعة المدارات في الذرة الواحدة وهذه العبارة أيضا صحيحة لأنه حسب ما قلنا حسب فروت بور تختلف المدارات عن بعضها في نفس الذرة في سعتها من الإلكترونات نأتي الآن إلى رقم با رقم بيحكم تختلف طاقة المدارات المتناظرة من ذرة لأخرى ونقصد بالمدارات المتناظرة من ذرة إلى أخرى أي لدينا ذرتين ذرة ألف وذرة با ونريد أن نقارن المدار الأول لذرة ألف بالمدار الأول للذرة با والمدار الثاني للذرة ألف بالمدار الثاني للذرة با وهكذا المدار الثالث للذرة ألف بالمدار الثالث للذرة با مرة أخرى ركزوا جيدا أعزاء الطلبة نقصد بالمدارات المتناظرة من ذرة الأخرى أي لدينا ذرتين ذرة ألف وذرة با ونريد أن نقارن المدار الأول لذرة ألف بالمدار الأول للذرة با والمضار الثاني للضرة ألف بالمضار الثاني للضرة با وهكذا الآن هو بحكي أنه تختلف طاقة المضار الأول للضرة ألف عن طاقة المضار الأول للضرة با وكذلك تختلف طاقة المضار الثاني للضرة ألف عن طاقة المضار الثاني للضرة با وهكذا وهذا الكلام صحيح والسبب بسيط هو اختلاف شحنة النواة للضرة ألف عن شحنة النواة للضرة با بالتالي الرقم باء العبارة صحيحا ننتقل الآن إلى فرعجيم فرعجيم بيحكم تختلف سعة المدارات المتناظرة من ظرة إلى أخرى نفس ما قلنا سابقا يقصد بالمدارات المتناظرة من ظرة إلى أخرى أي لدينا ظرتين ظرة ألف وظرة باء وسنقارن المدار الأول لظرة ألف بالمدار الأول لظرة باء وهكذا بقية المدارات الآن نرجع إلى الجملة كاملة تختلف سعة المدارات المتناظرة من ظرة إلى أخرى بمعنى سعة المدار الأول لظرة ألف يختلف عن سعة المدار الأول لظرة باء وهذا الكلام غير صحيح لأن المدار الأول في أي ظرة له سعة واحدة من الإلكترونات وكذلك المدار الثاني والمدار الثالث كما سنرى لاحقا بمشيات الله بالتالي العبارة الغير صحيحة هي ستكون رقم جيم نأتي الآن أعزاء الطلبة إلى حسابات واشتقاقات العالم بور رياضيا تمكن العالم بور من حساب طاقة الإلكترون في كل مدار في ظرة الهيدروجين اتبه جيدا إلى العبارة التي قلتها حساب طاقة الإلكترون في كل مدار في ظرة الهيدروجين ممكن أحكيها بصورة مختصرة وهي حساب طاقة كل مدار في ظرة الهيدروجين يعني ممكن أحكي حساب طاقة الإلكترون في كل مدار في ظرة الهيدروجين أو حساب طاقة كل مدار في ظرة الهيدروجين وذلك باستخدام المعادلة التالية طا نون تساوي سالب ويريت نحط السالب دائما في دائرة حتى لا ننساها خصوصا لما بكون عندي مسائل حسابية وببدأ أحسب إذن طا نون تساوي سالب ألف على نون تربية طا نون طاقة الإلكترون في المدار أو بصورة مختصرة بحكي طاقة المدار يا إما طاقة الإلكترون في المدار أو طاقة المدار ووحدة قياسها جول لكل ضرة ألف ثابت بور ويساوي 2.18 من 100 ضرب 10 والسالب 18 جول يريد أن أركز والسالب 18 2.18 ضرب 10 والسالب 18 جول نون رقم المدار وهو عدد صحيح 1 2 3 لا يساوي 0 نون رقم المدار لا يساوي 0 طبعا 1 2 3 إلى الآخر بقية المدارات لنأتي الآن إلى السؤال التالي باستخدام معادلة بور احسب طاقة الإلكترون في ضرة الهيدروجين في المدارات التالية الأول الثاني الثالث الرابع الخامس المالة نهاية هذا رقم ألف رقم با رتب المدارات السابقة حسب طاقتها جيم ماذا تستنتج مما سبق؟ إذن سؤال بيحكي باستخدام معادلة بور احسب طاقة الإلكترون في ضرة الهيدروجين في المدارات التالية معطيني المدار الأول لنبدأ بتطبيق المعادلة طا نون تساوي سالب ألف على نون تربيع المدار الأول يعني طا واحد تساوي سالب وحطها في دائرة مثل ما اتفقنا 2.18 ضرب 10 والسالب 18 على واحد تربيع وتساوي سالب 2.18 ضرب 10 والسالب 18 جول لكل ضرة الوحدة مهمة جدا أعرف أن الوحدة جول لكل ضرة نأتي إلى المدار الثاني المدار الثاني طا نين تساوي سالب 2.18 ضرب 10 والسالب 18 على 2 تربيع على الآلة الحاسبة ستساوي سالب 545 من ألف ضرب 10 والسالب 18 جول لكل ضرة لنحسب طاقة الإلكترون في المدار الثالث طا ثلاثة تساوي سالب 2.18 في 10 والسالب 18 على 3 تربيع على الآلة الحاسبة على الآلة الحاسبة تساوي سالب 242 من ألف ضرب 10 والسالب 18 جول لكل ضرة نأتي إلى المدار الرابع طا أربعة تساوي سالب 2.18 ضرب 10 والسالب 18 على 4 تربيع على الآلة الحاسبة تساوي سالب 136 من ألف ضرب 10 والسالب 18 جول لكل ضرة ننتقل لحساب المدار الخامس طا 5 تساوي سالب 2.18 ضرب 10 والسالب 18 على 5 تربيع على الآلة الحاسبة تساوي سالب 87 من ألف ضرب 10 والسالب 18 جول لكل ضرة آخر شيء لدينا المدار مال نهاية طاقة المال نهاية تساوي طا للمال نهاية يساوي سالب 2.18 ضرب 10 والسالب 18 على المال نهاية ويساوي أحسنتم تساوي سفر عندنا أي حاجة على المال نهاية على طول مباشرة نحطها تساوي سفر الآن الفرع الثاني بعدما أنا حسب طاقة المدارات طالب مننا أرتب هذه المدارات على حسب طاقتها من خلال الإجابات اللي طلعت عندي بلاحظ أن طاقة المال نهاية المدار مال نهاية أكبر طاقة عندي اللي هي سفر إذن طاقة المال نهاية بعد ذلك يأتي المدار الخامس طا 5 بعد كده بيجي عندي المدار الرابع إذن طا 4 أكبر من طاقة المدار الثالث أكبر من طاقة المدار الثاني أكبر من طاقة المدار الأول معناته أقل طاقة عندي المدار الأول وأعلى شيء عندي المدار مال نهاية نأتي الآن الاستنتاجات الهامة لحستنتجها بنستنتج التالي كما لحظنا من خلال الحسابات التي قمنا بها رقم واحد طاقة المضار أي طاقة الإلكترون تأخذ قيما سالبة دائما أنا لحظت أن القيم كلها عندي سالبة طبعا ما عاد طاقة المضار ما لا نهاية فهي طاقة تساوي سفر إذن طاقة المضارات دائما تأخذ قيما سالبة اتنين اللي بستنتجوا اللي لحظتوا تزداد طاقة المضار بزيادة قيمة نون اللي هي رقم المضار أي بالابتعاد عن النواع بمعنى كل ما زادت قيمة نون زادت قيمة الطاقة كل ما زادت قيمة نون زادت قيمة الطاقة يعني لو كان في عندي السؤال التالي أي الإلكترونات له طاقة أكبر أي الإلكترونات له طاقة أكبر إلكترون في المدار الأول أم إلكترون في المدار الرابع أحسنتم الإلكترون الموجود في المدار الرابع أتذكر دائما هذه العبارة وهذه العبارة مهمة جدا كلما زادت قيمة نون زادت قيمة الطاقة يعني طاقة المدار السادس أكبر من طاقة المدار السادس أكبر من الخامس أكبر من طاقة المدار الرابع أكبر من الثالث أكبر من الثاني أكبر من الأول المدار الأول هو أقل طاقة ناتي الآن إلى سؤال علل طاقة الإلكترون في ضرة الهيدروجين لها قيم سالبة دائما أو بصيغة أخرى طاقة المذارات لها قيمة سالبة دائما الإجابة ستكون وذلك لأن طاقة الإلكترون في المذار مال نهاية يساوي سفر وكلما اقترب الإلكترون من النواة سيفقد جزء من طاقته بسبب التجاذب مع النواة وبالتالي يمتلك طاقة أقل من السفر أي سالبة إذن إجابة مرة أخرى لأن طاقة الإلكترون في المذار مال نهاية يساوي سفر وكلما اقترب الإلكترون من النواة يفقد جزء من طاقته بسبب التجاذب مع النواة وبالتالي يمتلك طاقة أقل من السفر أي سالبة لدينا الآن ملاحظات تعمى جدا الملاحظة الأولى التي سنحكيها أن لدينا للضرة ثلاث حالات الحالة الأولى هي الحالة المستقرة والحالة الثانية الحالة المهيجة الحالة الثالثة هي الحالة المتأينة نبدأ بالحالة المستقرة بالنسبة للحالة المستقرة هي الحالة التي تكون فيها ضرة الهيدروجين أقل طاقة وأكثر ثباتا أي استقرارا وذلك يكون عندما نون تساوي واحد إذن الحالة المستقرة هي الحالة التي تكون فيها ضرة الهيدروجين أقل طاقة وأكثر استقرارا أكثر ثباتا وهذا يكون عندما نون تساوي واحد إذن في كتير في المسائل الحسابية هنشوف عند عودة تكترون إلى الحالة المستقرة مباشرة هاوض عن نون تساوي واحد أما بالنسبة للحالة الثانية وهي الحالة المهيجة هي الحالة التي تكون فيها ضرة الهيدروجين أعلى طاقة وأقل ثباتا أي استقرارا وذلك عندما يكون نون أقل من المال نهاية وأكبر ميل واحد في الحالة الأخيرة فهي الحالة المتأينة هذه الحالة مهمة جدا برجاء التركيز عليها حالة متأينة هي الحالة التي تكون فيها ضرة الهيدروجين منزوعة الإلكترون وهذا عندما يكون نون تساوي مال نهاية كثير من المسائل ترد يقول أن الحالة تكون منزوعة الإلكترون بدي أعرف أن الإلكترون سيكون في المدار مال نهاية نأتي الآن إلى سؤال علل تباتية ذرة الهيدروجين حسب بور أو بصيغة أخرى كيف فسر بور ثبات الظرة وهذا السؤال ورد عام 2013 طالما حكى السؤال حسب بور بالتالي الإجابة من المعادلة سالب ألف على نون تربيع حيث نون تساوي واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى آخر المدارات ولا يمكن أن تساوي سفر أي أن طاقة الإلكترون لن تكون أقل من طاقة المدار الأول وبالتالي لن يقع الإلكترون في النواة وهذا مع جزاء راثرفورد عن توضيحهم إذن حسب معادلة بور سالب ألف على نون تربيع نون تساوي واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى الآخر لا يمكن أن تساوي سفر أي أن طاقة الإلكترون لن تكون أقل من طاقة المدار الأول وبالتالي لن يقع الإلكترون في النواة وهذا مع جزاء راثرفورد عن توضيحهم هناك ملاحظة أيضاً هامة جداً سدفيدك عزيز الطالب في الحسابات أثناء حل المسائل كيفية التحويل من جول لكل ضرة إلى كيلوجول لكل مول الآن من جول لكل ضرة إلى كيلوجول على مول من جول إلى كيلوجول أي من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة سنقسم على ألف نأتي الآن إلى المقام في المقام لدينا ضرة واحد ضرة نريد تحويلها إلى مول أي من صغير إلى كبير أيضاً سنقسم على عدد أفوغادرو 6.23 من ألف ضرب عشر وستلاتة وعشرين برجاء التركيز عشر وستلاتة وعشرين تلاتة وعشرين هنا بالموجة ونحن نعلم أن مقام المقام يصبح بسط بالتالي سيكون عندنا من جول إلى ضرة لما بنحولها إلى كيلوجول لكل مول حنضرب في ستة وثلاتة وعشرين من ألف ضرب عشر وستلاتة وعشرين على ألف دائماً للتسجيل عليك عزيز الطالب الآن انتبه جيداً من الجول إلى كيلوجول حقسم على ألف إذن مباشرة حتفهم أنه من ضرة المول حتضربها فوق يعني حتطلع حتكون عندي في البص إذن حتكون ستة فاصلة تلاتة وعشرين من ألف ضرب عشر وستلاتة وعشرين والعكس صحيح أيضاً عند التحويل من كيلوجول لكل مول إلى جول لكل ضرة الآن من كيلوجول إلى جول طبعاً من كبير إلى صغير حتضرب في ألف إذن مباشرة حفهم على طول لما بدأ حول مول لضرة إذن حلقسم على حيكون عندي حيكون عندي في المقام موجود عندي اللي هو قيمة عدد أبوغادرو ستة فاصلة تلاتة وعشرين من ألف ضرب عشر وستلاتة وعشرين برجاء الانتباه لهذه التحويلات هذه التحويلات هامة جداً من كيلوجول لكل مول إلى جول على ضرة حتضرب الرقم الموجود عندي في ألف على ستة فاصلة تلاتة وعشرين في عشر وستلاتة وعشرين نأتي الآن إلى السؤال التالي احسب طاقة إلكترون ضرة الهيدروجين في المظاهر الرابع بوحدة كيلوجول لكل مول الآن بتطبيق معادلة بور طال المظاهر الرابع تساوي سالب ألف على نون تربيع إذن طا المظاهر الرابع تساوي سالب 2.18 في عشر والسالب 18 على أربع تربيع على الآلة الحاسبة تساوي سالب مية وستة وتلاتين من ألف ضرب عشر والسالب 18 جول لكل ضرة لكن في المسألة طالبها بوحدة كيلوجول لكل مول الآن من جول إلى كيلوجول يعني من الصغير لكبير إذن حجسم على ألف إذن معناته الرقم الموجود عندي حجسمه على ألف وحكيت لكم من البديل طالما حجسمت إذن الرقم الثاني حيكون موجود في البسط إذن حضروا بالرقم اللي طلع عندي على الآلة ناقص مية وستة وتلاتين من ألف في عشر والسالب 18 حضربه طبعا فيه عدد أبو جادرو ستة فاصلة تلاتة وعشرين من ألف ضرب لكم فيه سفر عندي فاصلة سفر اثنين ثلاثة ضرب عشر والسالب على ألف الآن الإجابة حتكون على الآلة سالب واحد وتمانين فاصلة تسعة كيلوجول لكل مول نقبل الآن معكم أيضا حسابات واجتقاقات العالم بور من حسابات واجتقاقات العالم بور حساب فرق الطاقة دلتطة بين المدارين لا يمكن للإلكترون أن ينتقل من مدار إلى آخر إلا إذا توفر لدينا شرطين شرط الأول رقم واحد اكتسبت الضرة كيمية محددة من الطاقة فينتقل الإلكترون من مداره إلى مدار أعلى في الطاقة وتكون الضرة مثارة أي غير مستقرة وتكون كذلك الطاقة المكتسبة أي الممتصة تساوي فرق الطاقة بين المدارين رياضيا دلتطة تساوي ألف نفتح أقواس واحد على نون واحد تربيع ناقص واحد على نون اثنين تربيع دلتطة عبارة عن الطاقة بجول لكل ذرة ألف ثابت بور اثنين فاصل طمانطعش في عشر والسالب طمانطعش جول لكل ذرة نون واحد المدار الذي ينتقل منه الإلكترون بسيغة أخرى اللي كان موجود في الإلكترون نون اثنين المدار الذي انتقل إليه الإلكترون بمعنى آخر في هذا الشرط لدينا طاقة ممتصة أي مكتسبة أي انتقل الإلكترون من مدار أقل إلى مدار أعلى لذلك قيمة دلتطة دائما موجبة قيمة دلتطة دائما موجبة الشرط الثاني فقدت الذرة كمية محددة من الطاقة بعدما كانت مثارة فيعود الإلكترون إلى مدار أقل في الطاقة ليظهر الطيف الخطي أي الذر وتكون الطاقة المفقودة أي المنبعثة تساوي فرق الطاقة بين المدارين رياضيا دلتطة تساوي ألف نفتح أقواس 1 على نون تربيع 1 ناقص 1 على نون تربيع 2 أي نفس العلاقة الرياضية الموجودة في الشرط الأول لكن الاختلاف أن قيمة دلتطة هنا سالبة دائما لأنها منبعثة مفقودة بمعنى آخر لدينا هنا طاقة مفقودة أي منبعثة انتقل الإلكترون من مدار أعلى إلى مدار أقل لذلك قيمة دلتطة سالبة دائما الملخص لدينا شرطين شرط الأول طاقة مكتسبة أي ممتصة من مدار أقل إلى مدار أعلى دلتطة موجبة دائما شرط الثاني طاقة مفقودة منبعثة من مدار أعلى إلى مدار أقل دلتطة سالبة دائما لدينا استنتاجات هامة جدا الاستنتاج الأول الفرق في الطاقة بين المدارين أي دلتطة تساوي الطاقة المكتسبة أي الممتصة تساوي السالب الطاقة المفقودة أي المنبعثة الاستنتاج الهم الثاني طاقة الفتون موجبة دائما طاقة الفتون موجبة دائما لذلك طاقة الفتون تساوي القيمة المطلقة لفرق الطاقة بين المدارين لدينا هنا سؤال علل لا تبقى الظرات مثارة بل تعود إلى وضع الاستقرار الإجابة ستكون حتى تتخلص الظر من الطاقة التي اكتسبتها أثناء التسخين لنحل الآن مسائل حسابية لنحل التامرين السادس صفحة عشرة من الكتاب المدرسي التامرين بيحكي احسب مقدار الطاقة اللازمة لنقل إلكترون ضرة الهيدروجين من المدار الأول إلى الرابع مباشرة لاحظوا معي لدينا مدارين من المدار الأول إلى الرابع بالتالي نطبق قانون فرق الطاقة دلتطا تساوي ألف نفتح قواس 1 على نون تربيع 1 نقص 1 على نون تربيع 2 لاحظوا أيضا أن المدار الذي انتقل منه الإلكترون المدار الأول بالتالي هو عبارة عن نون 1 المدار الذي انتقل إليه الإلكترون نون 2 اللي هو 4 إذن دلتطا تساوي 2.18 ضرب 10 أسالة 18 نفتح أقواس 1 على 1 تربيع ناقص 1 على 4 تربيع على الآلة الحاسبة دلتطا تساوي 2.400 ضرب 10 أسالة 18 جول لكل ضرة انتبهوا جيدا دلتطا بالموجب إذن هي طاقة ممتصة واللي بأكد كلامنا صحيح إنه دلتطا لازم تكون بالموجب إنه في المسألة ذكر إلنا إنه انتقل الإلكترون من مدار أول إلى الرابع أي من أقل إلى أعلى إذن لازم تكون إشارة دلتطا بالموجب لنفرض أضفنا فرع آخر لهذا السؤال وقلنا احسب مقدار الطاقة من المدار الرابع مقدار الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من المدار الرابع إلى المدار الأول أحسنتم ستكون نفس الإجابة عندي لكن الإشارة ستكون بالسالب يعني الإجابة كانت عندي 2.4% في عشر السالب 18 لما انتقل من الأول إلى الرابع الآن عند الرجوع من الرابع إلى الأول نفس القيمة لكن سأضطي إلى إشارة سالبة لنحل أيضا تمرين السابع صفة11 من الكتاب المدرسي احسب مقدار الطاقة المنبعثة عند انتقال الكترون ذرة الهايدروجين المهيجة من المضار الثالث إلى حالة الاستقرار مباشرة لاحظوا جيدا لدينا مضارين المضار الثالث إلى حالة الاستقرار طبعا حالة الاستقرار اللي هو عبارة عن أحسنت المضار الأول دائما نقصد بحالة الاستقرار مضار الأول إذن دقى للإلكترون من المدار الثالث اللي هو المدار نون 1 المدار طبعاً نون 2 حيكون عندي الأول لو نطبق العلاقة دلتطاته تساوي ألف نفتح أقواس واحد على نون 1 تربيع ناقص واحد على نون 2 تربيع ألف تساوي 2.18 ضرب عشر السالب 18 نفتح أقواس واحد على 3 تربيع ناقص واحد على 1 تربيع تساوي سالب 1.93% في 10 السالب 18 جول لكل ذرة طالما الإشارة بالسالب إذا لدينا مطاقة مفقودة أي منبعثة واللي بأكدين فعلا أن الإشارة لدينا بالسالب أنه انتقل من مدار أعلى إلى مدار أقل الآن أترك لكم التمرين الثامن صفحة 11 من الكتاب المدرسي كنشاط بيتي لتقوموا بحله وسنحله سويا في الحلقة القادمة بمشيئة الله نأتي الآن إلى ختام هذه الحلقة وقدمنا فيها شرحا للمبادئ التي اعتمد عليها بور في نظريته فروض نظريت بور بعض حسابات واشتقاقات للعالم بور في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أعزائي الطلبة إلا أن أشكركم على حسن الاستماع كانت معكم دكتورة تغريد جواد الصيام مدرسي الدلالي المغرب الثانوية ألف أترككم في رعاية الله وأمنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الكيمياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة